اشتركوا في القناة بنك صفوة الإسلامي المناصير للزيوت والمحروقات العملاق مش كل من نظف عملاق حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المركزية وكلاء تويوتا وليكزس مجمع الملك الحسين للأعمال مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة المنخفض الجوي الذي صنف من الدرجة الثانية والذي تحرك إلى الشرق هذه الجبهة أيضا عبرت المملكة صباح هذا اليوم ساعة الأولى من صباح هذا اليوم واستمر تأثيرها على المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية وأدت إلى تساقط الأمطار بكميات والحمد لله كانت جيدة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى الآن تحركت هذه الجبهة إلى الشرق وأيضا أفارت وإزدادت سرعة الرياح نتيجة تأثير هذه الجبهة هذه الليلة وصباح الغد بتكون الرياح نشطة مثيرة الغبار والأتربي في أقصى المناطق الشرقية ومناطق البادية الشرقية ومناطق البادية الجنوبية لكن ستبقى المملكة هذه الليلة وغدا السبت تحت تأثير رياح غربية رطبة وهذا طبعا يؤدي إلى تساقط الأمطار في بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى إذن غدا نتيجة تأثير رياح غربية رطبة تكون الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا تسقط أمطار على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد السبت أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا فرصة لسقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر خاصة في شمال ووسط المملكة ودرجة الحرارة العظمى 9 درجات مئوية والأجواء أثناء الليل أيضا باردة نسبيا غائمة جزئيا هناك فرصة لتشكل ضباب خفيف خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وهذا طبعا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية العظمى يوم السبت بحدود 9 درجات والصغرى حوالي 7 درجات مئوية الأحد ارتفاع على درجات الحرارة لكن في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد تبقى الأجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة أحيانا خاصة في شمال ووسط المملكة لكن اعتبارا من ظهر يوم الأحد ويوم الأحد تقريبا الأجواء مستقرة إلى حد ما وما بين مشمسة وغائمة جزئيا العظمى المتوقع 12 درجة ويوم الأحد بالليل أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا والصغرى المتوقعة 7 درجات يوم الأثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة تقترب من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا الحرارة العظمى بحدود 13-14 درجة مئوية والأجواء غائمة جزئيا أثناء الليل ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية باللاحظ أن الثلاث ليالي القادمة تقريبا الأجواء غائمة جزئيا وأيضا رطبة وبالتالي في فرصة لتشكل الضواب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهود ونحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية ملخص لأحوال الجوية المتوقعة أول شيء انحصار تأثير المنخفض الجوي وهذا المنخفض الجوي تحرك وأصبح الآن يتمركز شمال العراق تحرك إلى الشرق وبتعذن المملكة وأيضا الجبهة البارد التي أثرت علينا تحركت مع حركة هذا المنخفض الجوي لكن تبقى المملكة تحت أثير رياح غربية رطبة يوم السبت وبالتالي تبقى الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط بعض الأمطار وأيضا تستمر الرياح عن نشطة هذه الليلة وجزء من يوم السبت هذه الليلة بتكون مثيرة الغبار والأتربي في المناطق الجنوبية والشرقية مناطق البادية الجنوبية والشرقية من المملكة هذا كل ما لدينا نتمنى للجميع السلامة وتحية لكم